كركوك العراق المصغر تقف مجددا امام معضلة امنية اخرى غامضة المعاني والملامح تتمثل في مسلسل الاختيالات التي تطال رموز مكوناتها الرئيسة بلا تميز او استثناء التركمان والعرب يقولون ان لهم الحصة الاكبر في عمليات الاختيال تلك ما حضهم على مقاطعة جلسات الحكومة المحلية تعبيرا عن شجبهم وامتعاضهم لما يصفونه بجرائم التصفية الممنهجة التي ترتكب بحقهم في وضح النهار وكنوع من الضغط السياسي على الجهات الامنية للعمل على كشف هوية الجنات مشهد يتكرر بانماط مختلفة منذ بروز تنظيم داعش على الساحة العراقية وعلى مقربة من كركوك مسألة ان يقتل شخص في وسط المدينة وفي اكثر الشوارع ازدحاما وفي وضح النهار في الظهر وفي شدة الازدحام هذا نحن من حقنا ان نطالب الاجهزة الامنية الكشف عن من يرتكبون هذه الجرائم العرب بدورهم يوجهون اصابع الاتهام الى جهات يقولون ان لها خلايا مسلحة مختفية في كركوك تسعى لزرع الشقاق والفتنة بين سكانها تحقيقا لمآرب سياسية يعني من حق المجموعة العربية ان تتخذ هكذا قرار نحن معا يعني باعتبار تزايدة هذه العمليات وهذه الجرائم والاختيالات تطالت يعني ليس فقط يعني بشخصيات عربية وانما هناك شخصيات تركمانية واناك اكراد اما الكرد الممسكون بزمام الاجهزة الامنية ومفاصلها فلهم في الامر وجهة نظر مغايرة منذ زوال النظام السابق والكرد يتولون مهام حفظ الامن في كركوك دون اي مقاطعة لحكومتها المحلية بالرغم من استهداف المئات من رموز الكرد وكوادرهم بيد ان ما يهم الشارع في كركوك هو تكريس الامن وحكم القانون بعيدا عن المشاحنات السياسية ممثلو الاطراف الرئيسة في حكومة كركوك المحلية يؤكدون على ضرورة مشاركة الجميع في اتخاذ القرار ومهام حفظ الامن باعتبارها مسئولية مشتركة سيما وان الخطر يهدد الجميع بلا استثناء هيو عزيز سكاي نيوز عربية كركوك